نواصل من الملف السوداني حيث دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان تومبير ريليو جميع الأطراف إلى التوجه إلى جدة لحل النزاع سلميا والتزام بعملية تحولا ديمقراطيا شامل وقال المبعوث الأمريكي إنه استمع إلى أكثر من مئة مدنيا سوداني وكانوا يطالبون بإلحاح بالسلام ووصول إمدادات الطعام والدواء حماية للمدنيين ما يزال هناك أمل في جلوس طرفين نزاع في السودان إلى طاولة المفاوضات في جدة نتساءل هذا السؤال هل هناك هذا الأمل وكيف ستعمل واشنطن على حث الطرفين على التفاوض مجددا من كمبال التي وصلها في سياق جولة إقليمية تشمل كينيا ومصر والسعودية لتنسيق الجهود الدبلوماسية بهدف استيناف المفاوضات لإنهاء النزاع في السودان المبعوث الأمريكي توم بيرييلو يؤكد أن طرفي إصراع لم يبديا استعدادا لاستيناف التفاوض على الرغم من دعواتهما رسميا للعودة إلى طاولة المفاوضات بإممبر جدة بيرييلو شدد خلال لقائه بالعاصمة اليوغندية عددا من الفاعلين في المشهد السوداني شملت حزابا ومجموعات نسوية وممثلين للحركات المسلحة ولجان المقاومة على ضرورة تشكيل حكومة مدنية ورفضه تقاسم السلطة بين طرفي النزاع خشية أن تقود لحروب أخرى وأكد مبعوث واشنطن أن بلاده تحت السودان نظرة خاصة واهتماما أكبر لإنهاء الحرب بعد أن أصبح تزمته منسية لا يتحدث عنها العالم وتدعم الحوار السوداني السوداني بتسهيل من الاتحاد الإفريقي وشار إلى مساع لضم الأطراف التي كانت وقودا للحرب إلى منبر جدة لتكون جزءا من المفاوضات في شارة إلى الإمارات ومصر من جهته أكد وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض التزام بلاده بالعودة إلى مباحثات جدة لكنه شدد على أن أي حوار مستقبلين لا يكتب له النجاح دون التزام قوات دعم السريع وفشلت كافة المساعي الإقليمية والدولية في الضغط على طرفي النزاع للجلوس للتفاوض للتوصل لحل سياسي ينهي الحرب التي قتلت أكثر من 14 ألف شخص وشردت الملايين داخل البلاد وخارجها أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلير فرض الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع وهما كل من علي عقوب جبريل وعثمان محمد حامد محمد لدورهما في قيادة عمليات قوات الدعم السريع في دارفور ودعا إلى وقف الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر شمال دارفور وعرضت حياة مئات الآلاف من المدنيين الخطر كما قال أنه يجب أن يتوقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة وقال ميلير أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عمليات السلام وفرض التكاليف على أولئك الذين يطيلون أمد الصراع معنا من واشنطن كاميرون هيدسون دبلوماسي أمريكي سابق ومدير الشؤون الإفريقية الأسبق في مجلس الأمن القومي أهلا ومرحبا بك سيد كاميرون هيدسون المبعوث الأمريكي دع جميع الأطراف إلى التوجه إلى جدة من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات هل الطريق إلى جدة ما زال سالكا؟ الطريق مفتوح ولكن القدرة على الوصول إلى هناك أعتقد غير واضحة حاليا الأطراف التي تحارب لم تظهر أي اهتمام بالعودة إلى جدة وليس من الواضح عدا هذين الطرفين من سيحضر من المنطقة وما هي الأجندة لهذه المحادثات؟ حاليا جدة هي عبارة عن هدف طموح أكثر منه هدف عملي يعني التصريحات مباشرة من أطراف الصراع العسكري بحد ذاتهم لم تبدو متشجعة أو مهتمة في الذهاب إلى جدة هل يعني ذلك أنه حتى لو كان الطريق سالكا ولكن الوصول إليه في هذه المرحلة غير ممكن؟ هذا صحيح أعتقد أننا رأينا بالفعل من منظور الجيش وقد قالوا أنهم لن يعودوا إلى جدة إلا إذا قوات الدعم السريع تلتزم بما تم الاتفاق عليه في العام الماضي عندما كانوا في جدة في ذلك الاتفاق قوات الدعم كان يفترض أن تنسحب من أماكن السكن المدنية في وحول الخرطوم وإلى أن يفعلوا ذلك الجيش غير معني بالمزيد من المحادثات بشأن أشياء تم التوافق عليها ولم تنفذ محتمل أن يكون هناك تخلي عن الموقف الذي سعوا إليه منذ ذلك الوقت أيضا الجيش السوداني يعتقد أن له اليد الطولة في هذه المعركة ويشعر بالثقة ومن غير المحتمل أن يقدم على أي تنازلات تقوض الانتصارات العسكرية التي اعتقدوا أنهم حققوها طيب كي نكمل هذا النقطة المتعلقة بالأطراف السودانية قبل أن نتحول إلى الأطراف الخارجية المبعوث الأمريكي بيرييلو كان قد التقى مع مجموعة من من يمثلون السودانيين والتقى مع جهات من المدنيين أكثر من مئة شخصية سودانية من المدنيين هم يطالبون بالسلام يطالبون بإيقاف الحرب يطالبون بتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها ولكن هل لهم وزن الآن الصعيد المدني هذه الشخصيات المدنية لها وزن في هذه المرحلة طالما أن العسكر بأسلحته يتكلم لا لا اللاعبون المدنيون ربما يخدمون هدفا على الأرض من ناحية الإغاثة الإنسانية ولكن يجب أن ننخرط معهم لتوفير الإغاثة الإنسانية لأن المنظمات الإنسانية الدولية بكل بساطة غير قادرة على العمل الآن في السودان وبالتالي هناك سبب يدعو للانخراط معهم ولكن لا توجد خطة للانتقال لا توجد خطة لحكومة بقيادة مدنية والكثير من السياسيين في السودان تمت الإساءة إلى سمعتهم ولا يحظوا بدعم شعبي الآن الحديث مع هذه المجموعات لن يقربنا من وقف لإطلاق النار ربما هو يتحدث معهم بالشأن ماذا سيحدث بعد وقف إطلاق النار ما هي أمالهم ما هي خططهم ولكن بصراحة نحن بعيدون عن وقف لإطلاق النار وأعتقد أن كل ذرة من الطاقة لدى المبعوث يجب أن تصم نحو الحصول على وقف لإطلاق النار وليس اليوم التالي نعود الآن إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر والذي قال أنه يجب أن يتوقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة في السودان من يقصد؟ وهل ولايات البتحدة قادرة على إيقاف هذا الدعم الخارجي؟ بالطبع هو يتحدث عن الإمارات ودعمها لقوات الدعم السريع ولكن طالما استمر هذا فإننا سنرى المزيد من الدعم الخارجي يأتي إلى الطرفين سواء من روسيا أو إيران أو تركيا أو السعودية أو مصر أو تشاد أو كينيا أو أغندا في كل مرة طائرة مليئة بالأسلحة الإماراتية تهبط في نيروبي للتزود بالوقود الكينيون يصبحون جزءا في النزاع وإلى أن يوقفوا سلوكهم أو التشاديين أو الأغنديين أو جمهورية الكونغو الوسطى فسنرى المزيد من الدول تساهم في القتال في السودان لأنهم يستفيدون منه سياسيا وماليا وإلى أن نتطرق لكل هذه الدول فإن القائمة ستصبح أطول وأطول عدد الدول التي تستفيد من هذه الحرب وسيكون من الصعب رؤية نهاية للحرب نعم ولكن على الرغم من حتى لو كان هناك الكثير من الدول ولكن هناك دول فاعلة أكثر هل يمكن أن يكون هناك ضم لهذه الدول إلى منبر جدة أن تكون هي فاعلة أيضا في هذه التفاهمات وبحيث تكون كل الأطراف موجودة بمن فيها من داعمها الخارجيين هناك فرق بين المشاركة في المحادثات والمشاركة بشكل بناء هل سيشاركون في جدة؟ ربما هل سيوافقون على أشياء ليس لديهم حافز لتنفيذها؟ نعم هذا ممكن أيضا لا يكفي أن هذه الدول توافق على التوقف عن دعم الحرب في الواقع يجب أن يتوقفوا عن دعم الحرب الآن هناك الكثير من الناس الذين يحققون أرباحا من الحرب وأنا لا أرى كيف ستنتهي الحرب واضح الموقف الإنساني في البلاد رغم سوءه إلا أنه لا يكفي لتحفيز الناس للضغط على الأطراف لإيقاف هذه الحرب أو التخلي عن الأرباح التي يحققونها من الحرب نعم حتى لو لم تكن الصورة واضحة كيف ستنتهي هذه الحرب ولكن هناك لا قالها برييلو قال لا لتقاسم السلطة وإنما شراكة وإنشاء حكومة مدنية لماذا التخوف من تقاسم السلطة؟ وهل يمكن فرد عدم تقاسم السلطة؟ أعتقد أن الكل يخشى من تقاسم السلطة الذي رأيناه في آخر مرة قاد مدنيون لم يكنوا في موقع يسمح لهم بتنفيذ الأجندة وعندما يبدأون في الاقتراب من قضايا مهمة للعسكر بمعنى تقليص القوى الاقتصادية لهم؟ رأينا عندها الانقلاب لا أحد يريد أن يرى تكرار لذلك في نفس الوقت علينا أن نقر أن المبعوث الخاص ليس لديه نفوذ كي يتقدم بطلبات من الأطراف رأينا اليوم عقوبات على اثنين من قادة الدعم السريع المتوسطين من جانب واشنطن واشنطن تقريبا نفذت منها أدوات النفوذ وإلى أن يتم الضغط على كبار القادة والمسؤولين والضغط على الإمارات ودول أخرى تمول النزاع فإن واشنطن ليست في مكان يسمح لها بفرض طلبات من الأطراف يجب أن تكون جادة بشأن التداعيات شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن كاميرون هيدسون دبلوماسي أمريكي سابق ومدير الشؤون الأفريقية الأسبق في مجلس الأمن القومي شكرا جزيلا لك